للعام الثالث على التوالي الجفاف يضرب محافظة ديالا حتى أصبح نهر ديالا مرتعا للكلاب السائبة والحيوانات فجفاف الأنهر بدأ ينعكس على القرى والأراضي الزراعية والبساتين التي باتت تعاني من الموت المحقق فضلا عن عطش الحيوانات التي هي الأخرى بدأت بالنفوق جرأ عدم وجود مياه للشرب الكثير من يمتهنون الزراعة أو تربية الأسماك المواشي جميعها تعتمد على المياه يعني عصب الحياة لذلك تركت أغلب هذه المهن بدأ واضح يعني أن يوم ملف المياه أزمة المياه سميها ما شئت بدأ تأثيراتها واضحة ليس على مياه يعني مستوى الزراعة أو مياه الشرب يعني أدت إلى تفرعات جانبية أخرى اليوم زاد حجم البطالة لدى فئة الشباب السلطات الإيرانية تحاول ضرب العراق بطرق اقتصادية عن طريق قطع مصادر المياه المغذية لنهر ديالة والحكومة لا زالت تلتزم الصمت وتحاول وضع حلول ترقيعية الجفاف اللي يضرب محافظة ديالة للموسم الثالث على التوالي وآلية المعالجات اللي نوضعها من شأنها تخفيف آثار الجفاف على المحافظة وهناك مقترحات هناك حلول إن شاء الله من خلال زيادة عدد الآبار بالمحافظة من خلال تشكيل وفد من قبل أعضاء السادة مجلس النواب للمفاوضات مع الجانب الإيراني أو من خلال نصب مضخات محطات ضخ أو استبدال أو تأهيل محطات ضخ على نهر ديالة لتعززنا محافظة ديالة لتخفف آثار الجفاف اللي بالمحافظة شح المياه مسلسل تتجدد حلقاته سنويا مع حلول فصل الصيف حيث تظهر انعكاساته واضحة على الكثير من المحافظات ومنها محافظة ديالة وهم بانتظار حلول واقعية من المعنيين لإنقاذ ما تبقى من الأراضي والحيوانات من محافظة ديالة عبدالله الباش قناة الرشيد الفضائية قناة الرشيد الفضائي